مساءكم خير وزي ما احنا بدأنا وحسين ومكملين بأنه من مبارح احنا كمصريين مبسوطين وراضين ومتأكدين أننا أبطال العمل تحت ضغط وأبطال الظروف الصعبة وحطنا في أصعب ظروف تلاقينا بنسد ويمكن بنشتغل أحسن كمان ألف مرة من الظروف العادية والمثالية احنا تركيبتنا كده الفرحة من مبارح مضاعفة يمكن كان جزء من الجزء الأساسي من الفرحة الانتصار لكن كان جزء كبير الصعوبات والعكوسات إذا صح التعبير والظلم التحكيني وغياب اللعبين والإصابات كل المعايير دي بتقولك أنها مقدمات ممكن تؤدي إلى نتائج مش في صالح المنتخب المصري لكننا انتصرنا وفرحنا وبرضو زي ما كنت بقول حضراتكم من دقائق تحس كده أنه في حالة من الاهتمام بالدروس المستفاد حتى كارلوس كيرش نفسه راجل عمال يقولك دروس مستفادة وفرحان ومبسوط ونشاطه زايد على تويتر رغم أنه تعرض هو كمان لتعصف تحكيمي وظلم تحكيمي يبين وفكرة أنه تطرد مدرب الفريق وتمنعه من أنه يحضر مباراة النهائي بمناسبة الترد كارلوس كيرش قال أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفضيعة وغير العادلة التي يترتب عليها التغيب عن النهائي طبعا هو هتغيب عن الحضور على الدكة يعني في النهائي لكن مستحيل أنه هتغيب عن الموتش هيكون موجود وهيكون متابع وهيكون بيدي اشهاداته كمان كارلوس كيرش تكلم عن الدفاع وقوة الدفاع وخطته الدفاعية اللي سماها خطة العنكبوت وتفاصيل كتير من مباراة احنا متابعينها عن إصابات وغيابات وإشعات بقى وكلام كتير